السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفال أعزائك أتمنىكم تردتكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم وستفيد مع أم محمد حصة اليوم إن شاء الله من مقرر الجيد في الرياضيات تتمت تقويم التعلمات والدعم وتوليفها الصفحة 87 نبدأ على بركة الله الثمن الأول إذا كان 8 تذكرة دخول الأطفال إلى المسرح هو 15 درهم فما عدده اللازم من المتفرجين ليحقق صندوق المسرح دخلا يفوق 5 ألف درهم ويقل عن 5 ألف و 27 درهم إذا شنفهمنا من هذه المسألة إذا عدنا 8 تذكرة الدخول لكل طفل هو 15 درهم يعني يخصنا نحسبه عدد لازم من المتفرجين يعني عدد الأطفال اللي غيدخلوا لهذا المسرح هذا ولكن يفوق العدد لازم 5 سال يعني يخصي يكون عدد محصر بين 5000 و 57 بفهم؟ إذا يخصي يكون هذا العدد بيناتهم واليخصي يكون هو العدد اللازم من المتفرجين بفهم؟ إذا شنو غندوره أولا غنقوم بقسمة 5000 على خمسة عشر يعني نقوم بعملية القسمة إذا سوف نضع خمسة ألاف مقصومة على خمسة عشر عند نجد الأرقام هنا يعني هنا غن ناخد وجوش يعني فيها ثلاثة ثلاثة في خمسة خمسة عشر نضع خمسة واحتفظ بواحد ثلاثة في واحد ثلاثة واحد احتفاظ دي أربعة以代 الخمسة واربعين سافر ناقص خمسة لا يمكن غن تسلفون وت 우� coma نردو السلطراف اعصان ناقص خمسة وخمسة ناقص خمسة هي السفر هنا غن هبطوها السفر يعني زمي 50 يعني herumكل فيها ثلاثة ثلاثة في خمسة واربعين يلاحظ من هذا اببه حاليا لنضع ثاني ناقص يعني غدا سلف ونرضو سلاف خمسة صافر او تاريخ انهم بطوات الصافر اللي بقى هنا يعني خمسين فذلك فيها ثلاثة ثلاثة في خمسة هي خمسة واربعين وهكذا مقاوي يعني دائما غدا تشيط لنا خمسة في الباقي هنا عدد المتفرجين نكملوا الحساب خمسة في حفة خمسة لا يمكن اذا نضع الصفر ونضع الفاصيلة فيها ثلاثة رمقه وغالين خمسة في خمسة في خمسة عشر عفون هي خمسة واربعين يعني غدا تقل عمله بحالة كما غدا تساليش هنطرفو دائما خمسين غدا نضع الصفر ونجدو ثلاثة يعني غدا غدا تبقى نتسالي ودي دائما الخارج في الصفر اذا هنا لاحظوا معي اذا عدد المتفرجين ما يمكنش يكون عدد عشر يخص يكون عدد صحيح طبيعي مفهوم ان خرجنا تلات ومائة و تلاتة و تلاتون حن باش نحسبو عدد المتفرجين غنديرو تلات ومائة و تلاتة و تلات زائد واحد سنزدو علي واحد يعني هذا نقدر نضيفو واحد كي يساوي لنا تلات ومائة و اربعة و تلاتون هاد تلات ومائة و اربعة و تلاتون هنضربوها في خمسة سنشوش حالت خرج لنا اذا تلات رaphaourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourour سفر سبعة زائد أربعة أحداش ست زائد أربعة عشران نحتفظه واحد ثلاثة زائد واحد خمس أربعة واحد الاحتفاظ هي خمسة إذن خرجت لنا خمسة ألاف وعشرة دراهم إذن هنا هذا هو المبلغ اللي هنحصله عليه لمحصول بين خمسة ألاف وخمسة ألاف وسبعة وعشرون إذن عشنو هنكتبوه باش نجاوبوه إلى هاد السؤال هنكتبوه عدده عدده المتفرجين التفرجين هو حلقنا ثلاثمائة واربعة وتلاتون علاش لأن لأن إعطتنا قلنا ثلاثمائة واربعة وتلاتين ثلاثمائة واربعة وتلاتين متفرج إذن خرجت لنا هاد ثلاثمائة واربعة وتلاتين ضربنا بخمسة خمسة ألاف وعشرة هاد خمسة ألاف وعشرة محصورة بين خمسة ألاف يعني ما ستكون أصغر من خمسة ألاف وأكبر من خمسة ألاف وأصغر من خمسة ألاف وسبعة وعشون يعني اختيارك دخلا يفوق 5000 لهو فيتوب عشرة وما يكون اقل من هذ 5000 27 يعني اقل منه كنتمنى يكون واضح اطفالي اذا عدد اطفال المتفرجين هو 3434 متفرج اذا هذا هو عدد المتفرجين في هذا المسرح نمر الى التمرين الثاني وزع صاحب شركة مبلغ 4000 درهم على 4 عمال حسب مرضوذية كل واحد بالكيفية التالية اذا اخذ الاول 3 مرات ما اخذه الثاني يعني الاول اخذ 3 مرات اللي اخذه الثاني والتاني اخذ 3 مرات مما اخذه الثالث ثم اخذ الثالث 3 مرات مما اخذه الرابع اذا السؤال احدد المبلغ الذي ساخده كل واحد منهم هنا باش نحض مبلغ الذي ساخده كل واحد منه ساخده باقل مبلغ يعني اقل واحد اخذ مبلغ هو هذا الرابع ساخده به اولا مثلا ساخده غيت تفكيك بسيط مثلا عندنا مدوب الرابع مثلا نقولوا اخذ هاد الحصة مثلا هاد الكارو هاد مربع هذا اخذه الرابع مثلا اذا اخذ الرابع اخذ هاد الحصة اذا اخذ الثالث ثلاث مرات ما اخذه الرابع يعني بالنسبة للثالث اخذ ثلاث مرات ما اخذه الرابع اخذ زعمه اخذ هذا يعني هاد الاول زائد الثاني زائد الثالث يعني اخذ الثلاث مرات ما اخذه الرابع مفهوم يعني اخذ الاول والثاني والثالث مفهوم اذا وما اخذه الثاني اذا اخذ الثاني ثلاث مرات ما اخذه الثالث إذا Two, خدق 3 مرة لي خدها هاد الاول يعني هاد الزرف هذا يعني هاد الجزءه هذا خدها ثلاثة مرة من هذا، إذا شنو غا نديره يعني هذا، يعني 2003 يعني هاد 3 بحلقة يعني هذا جزء يعني غا نديرو هدل الخطرات وهذا جزء وهذا جزء، وهذا جزء،غيت توضيحي. لي التوضيح فقط اطفالي بيش تفهموك كيفاش تخدموك. مفهوم يعني اخذ بزاف دي القطع إذن والأول أخذ ثلاث مرات ما أخذه الثاني إذن حصة الأول أخذ هات الشي كامل ثلاثة الخطرات مفهوم إذن يعني هذا كله ضرب في ثلاثة إذن الأول أخذ هات الحصة كلها يعني من هنا نحتل هنا هذه كلها أخذها الأول مضروبة في ثلاثة إذن هنا غنحسبه أعدد القطع مثلا هنا عدنا الأول هذه كتم قطعة إذن أول خذ قطعة وحيدة مفهوم الثاني خذ عفوا الرابع خذ قطعة الثالث خذ واحد اثنان ثلاثة خذ ثلاثة دي القطع ثلاثة قطع إذن والثاني أخذ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن خذ تسعة إذن باش تفهموا أكثر أطفالي هنا قلنا خذ الثالث ما أخذه ثلاث مرات في الرابع يعني غنضربه واحد في ثلاثة هي ثلاثة وهنا أخذ التاني ما أخذه ثالث تلاث مرات يعني غنضربه ثلاثة في ثلاثة هي تسعة وبقلنا الأول أخذ أخذ الأول ثلاث مرات ما أخذه الثاني في ثلاثة benefit 27 قطعة من فهم هذا الاول اخدها وبها درائن قطعة اذا ادخلها نخده في النهاية وانتقرت اكلها ايا اسم ينارف جملنا تسعة زايد ثلاثة هية تسعة زايد واحد شي ازاد تساوي إذا سبعة وعشرون زائد ثلاثة هي ثلاثون ثلاثة زائد تسعة وثلاثون زائد واحد هي أربعون أربعون قطعة إذن شنو غندلو ده بغنشدو هذا الربعين وغنقسموها على ذيك الربعالاف اللي هو مبلغ الإجمالي اللي وزعوه ذك صاحب الشركة إذن غنشدو هذيك الربعالاف أربعة ألف درهم وغنقسموها على أربعين باش غنحصلو على تمال القطعة الوحيدة بفهم عدك الساعة غننكملو الحساب إذن عدنا هنا عدنج أرقام أنهج أرقام نبعين شحفها مبعين فيها واحد واحد فرابعين ربعين غتبقى الصفر ونهبط الصفر يعني في صفر دائما الأصفر غتبقى الصفر نهبط هذا الصفر فيها عود ثاني صفر إذن صفر في صفر صفر يعني باقي الصفر إذن تم القطعة آآ يعني إن كل قطعات تمن ديالها مئة درهم بفهم إذن ذا بهد مئة درهم غنحسبو نصيب كل كل من هؤلاء العمال إذن أشنو هنكتبو هنكتبو نصيبو نصيب الأول الأول هو هو أش هو سبعة وعشرون حينت الأول حصل على سبعة وعشرون إذن سبعة وعشرون في مئة تحكى تعطينا الفان وسبعمائة درهم إذن هذا هو نصيب الأول نصيبه سبعة وعشرون ألفان وسبعمائة درهم نصيبه الثاني هو عنده تسعود القطع إذن تسعة ندره تسعة تسعة في مئة تحكى تساوي لنا هي تسعمائة درهم إذن نصيب الثاني تسعة مئة درهم ونصيب الثالث هو قرنة ثلاث قطع إذن ثلاثة في مئة إذن ثلاثة في مئة كم تساوي ثلاثة مئة درهم هذا نصيب الثالث ونصيب الأول هو قطعة واحدة يعني واحد في مئة لكتساوي مئة مئة درهم إذن نصيب قناة الأول هو 2700 درهم النصيب الثاني هو 900 درهم ونصيب الثالث هو 300 درهم ونصيب الرابع هو 100 درهم إذن باش نتأكدوك أكثر سنجمعوه المجامع كامل إذن سنجدوه 2700 درهم زائد 900 زائد 300 درهم زائد 100 درهم هنا صفر صفر إذن 7 زائد 13 وتسعة زائد واحد عشر إذن عشر زائد عشر هي عشرون سوف نحتفظ بإثنان إثنان زائد إثنان هي أربعة إذن الخارج لنا هو أربعة آلاف درهم إذن هذا هو نصيب كل من هؤلاء العمار إذن المبلغ الذي سيأخذه كل من هؤلاء العمار هو هذا بالنسبة لأول 2700 درهم ثاني 700 درهم ثاني 300 درهم والرابع 100 درهم إذن هذا هو التجاوب على التمرين الثاني ثم نمر إلى التمرين الثالث عدنا قاضي بمعديني على شكل أسطوانة قائمة ارتفعها هو 600.2 وقطر قاعدتها هو 0.3 3.4 هي قيمة مقربة للعدد إذن هنا الكتلة الحجمية للقاضي بالمعديني هي 2 كيلوغرام لكل دسيمة مكعب فصلة 3 أحسب كتلة هذا القاضي بالكيلوغرام إذن أشنفهمنا هنا إذن لحساب الكتلة ديال هاد القاضيب إذن عدنا كتلة القاضيب يعني الكتلة كتساوي لنا كتساوي لنا الحجم في الكتلة الحجمية لاحظوا معي هنا عدنا هنا الكتلة الحجمية كينا ولكن نحسبو الحجم إذن شنو غنديرو أول حاجة غنحولو هاد سفر فصلة 3 متر للديسيمة لأنه راحضوا معي عدنا هنا كيلوغرام بالديسيمة مكعب إذن يخص نحسبوه بالديسي بالديسيمة إذن هاد قطره قاعدتي هو إذن هاد القطر كيساوي فصلة 3 متر إذن أول شيء غنحولوه للديسيمة إذن عدنا صفر فصلة 3 متر غنحولوها للديسيمة غتعطينا 3 ديسيمة وعدنا ارتفاع أستوى هنا ارتفاع وين ارتفاع هو أش أش كيساوي 6 ديسيمة فصلة 2 إذن هاد عدنا نحول إذن هنا قلنا القطر القطر غننمزوليه برمزة دي كبيرة يك إذن نعلمو أن الشعاع كيساوي لنا القطر مقسوم على إثنان بفهم إذن بما أن الشعاع كيساوي القطر مقسوم على إثنان إذن أغوار شعاع كيساوي 3 على الشكل لأن عدنا قطر هو 3 مقسوم على إثنان كيساوي 1.5 بفهم 1.5 ديسيمة إذن قلنا نعلم أن حجم القطر كيساوي لنا الشعاع مقسوم على إثنان اللي إعطانا هو 1.5 وحساب حجم الأسطوانة كيساوي لنا يعني الحجم ديالها كيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع يعني مساحة الأسطوانة كيساوي لنا حجم القاعدة في الارتفاع إذن مساحة القاعدة ديالها الأسطوانة يعني على شكل قرص إذن غنديرو V الحجم كيساوي لنا يسوي أن الشعاع في الشعاع في القيمة المقربة اللي هي 3.14 في الارتفاع لـ 6.2 هم غنضروا 1.5 في 1.5 في 3.14 في 6.2 إذن 1.5 في 1.5 بعد الحساب وضعها 2.25 غنضربوها 3.14 في 6.2 إذن غنضربوها 2.25 في 3.14 غنضربوها 7.065 يعني بعد العمليات الضرب غنضربوها 7.65 في 6.2 غتخرج لنا 43.4 يعني بعد الحساب باش منطقوش عليكم بزاف فهذا 3 و 4.803 ديسيمتر مكعب إذن هذا هو الحجم ديال هذه الأسطوانة مفهوم إذن دفع عدنا الحجم وعدنا الكتلة الحجمية إذن باش نجاوبوا على السؤال اللي هو كتلة القذيب كتلة القذيب كتلة القذيب هي قلنا هي كتلة كنا نمتولها بالرمز M كتساوي لنا الحجم في الكتلة الحجمية في بي اللي هي الكتلة الحجمية إذن هنا غنعودوا الحجم ب43.803 في الكتلة الحجمية هي اللي عندنا هنا 2.7 يعني في 2.7 يعني بعد العملية ستخرج لنا الوضع للعملية ستخرج لنا 118 فاصلة 2681 كيلوغرام إذن هذه هو أو هذه كتلة القذيب إذن نقولنا الكتلة القذيب هي الحجم في الكتلة الحجمية الحجم مولي حسن ندابة 3.803 وفي الكتلة الحجمية اللي عادلنا في المعطيات بعد العملية ديالد ستخرج لنا 18.1681 كيلوغرام إذن هكذا كمنا التمرين الثالث ثم نمر إلى التمرين الرابع ان تيران ريكتران غير لانجور 24 سنتيمتر 13 سنتيمتر لالعجور يعني هنا واحد الملعب المساحة ديالو على شكل مستطيل عفوان ديالو كال سورا لبخي ديالو تيران ان ديالو يعني هنا هو المبلغ لبيع لهاد الملعب كامل يعني بهد الملعب كامل إذا شنو ندر أولا ندر لبخي 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 على تصميم والعرض على تصميم لبخي ندر نوجد الطول والعرض الحقيقيين يعني ندر لبخي ريال اي لغجور ريال بفهم عد غادي نكمل باش نحن نكتبو نحسبو عد نكملو بفهم دان عندي لغجور اولا لغجور مداوب لغجور لوطول لا لغجور إذا نقول لغجور ريال هي هي قلنا هدا المسافة ديال الطول عفوا على السلام على تصميم في واحد على مقسوم عفوا على السلام اللي هوا درو في خمسون باش نتأكدو اكتر تابو معايا اربعة وعشرون مقسوم على واحد على خمس على خمسون هنا باش ندرو الدرب يعني ندرب في مقلوب الكسر إذا ندرو دا ننشار 24 في 50 باش نكون واضح 24 في 50 تساوي لنا 1100 بعد الحساب ندرو هكا نتابو معايا نخلي السفر هو الاخير 5 في 24 ندرو السفر احتفظ ب2 5 في 12 و 12 هي 12 وغنزيد هذا السفر هي 1200 1200 سنتيمتر 5 السورب الريل يهلا مستحيل الحقيقية أم ميكيب هنا أم ميكيب أم كاري هذا المدى ام ميكيب أم كاري ينا الدول على المستتي والريطانغ اللي هو الطول في العدل لا لانجور في لا لغجور يعني نرمزولها بالرمز S L كبيرة في L صغيرة هي لا لغجور دي بغا نعوضو هاد L بدوز و هاد لا لغجور بستة فرقل سنك يعني 6.5 اذا بعد عمليات الضرب ديل 12 في 6.5 غا تعطينا يعني لا شغفاس اللي هي ال S اتقل اقلنا 78 يعني 78 متر كاري 78 متر كاري 78 متر كاري هادي هي لا شغفاس دي بحنا لقينا المساحة يك دي باش نو غنديرو غندربو هاد المساحة في 78 لا عفونا 78 غا نضربوها فهاد 3200 درهم لان دي لكل متر كوبي يعني عندنا هنضربوها فهاد يعني المساحة دي لو كاملة تعطنا 78 متر كاري متر كاري وهنا عدنا كل متر كاري واحد متر مربع كي ساوينا 3200 اذا شنو غن ديورو باش نعرفو المساحة كامل او لا الى 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 الوكامل راندربو هادي لطل قناة 77 الى 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 الاني ترجمة نانسي قنقر أيضا ترجمة نانسي قنقر ثم نحن نضير المدار درم نحن نعطينا هذا هو الوصد يعني 240060 يعني هذا هو ووهذا هذا هو الوصد مفهوم؟ إذن هذا هو التمرين أولا الإكزيرسيس 4 ندوزو الإكزيرسيس أولا التمرين الخامس إذن التمرين الخامس كي يقول أحسب قياس حجم مكعبين أولا حجم مكعبين يعني حجم المكعب هو إذن إذا أعود عدد المكعبات الصغيرة المكونة لكل مجسم عدنا المجسم 1 و2 و3 و4 إذن عدد المكعبات هنا عدنا مثلا المكعب الأول عدنا 1 2 3 3 في 2 هي 6 6 زائد 3 في 2 هي 6 يعني 6 زائد 6 هي 12 12 زائد 2 في 2 هي 4 12 زائد 4 هي 16 16 زائد 2 هي 18 نفهم إذن نكتبه المجسم الأول إذن قلنا عدد المكعب العبات في المجسم الأول هو 18 مكعب إذن دابع نحسبه المجسم الثاني إذن المجسم 2 عدنا 1 2 و1 2 عدنا 1 جوج 3 4 5 6 يعني استفجوج 12 و1 13 إذن المجسم الثاني فيه 13 مكعب 13 مكعب نفهم نحسبه المجسم الثالث عدنا 1 2 يعني 2 في 1 2 3 4 يعني 2 في 4 8 19 11 12 13 14 إذن المجسم الثالث فيه 14 مكعب قلنا المجسم الرابع المجسم الرابع هو هذا يعني فيه 1 2 3 4 1 2 3 4 يعني 4 في 4 16 إذن المجسم الرابع فيه 16 مكعب إذن هذا هو حساب أو لا عدد مكعبات صغيرة ملونة لكل مجسم إذا كان حجم المكعب الصغير هو 1 سنتيمتر مكعب فما هو حجم كل من المجسمات يعني جد سهل يعني عدد المكعبات يعني كلها كل مكعب واحد كي سوينا 1 سنتيمتر مكعب إذن فما هو حجم المكعبات إذن المجسم المجسم هذا سؤال ألف إذن وهذا سؤال باء إذن مجسم 1 إذا كان فيه 18 مكعب إذن كل مكعب غير يولي فيه 18 سنتيمتر مكعب إذن إذن 1 في 18 إذن 1 في 8 إذن 18 والمجسم الثاني 13 مكعب إذن 13 في 1 هي 13 سنتيمتر مكعب والمجسم الثالث في 4 إذن 4 10 في 1 هي 14 سنتيمتر مكعب والمجسم الرابع والآخر اللي هو 16 سنتيمتر مكعب إذن هذا هو حجم السؤال 9 ورقمها من أكبرها حمر إلى أصغرها حجم يعني ترقيم لالها يعني ماEvery المجسم الأكبر في الحجم إلى الأصغر إذن عندنا هنا لاحظوا معي أنه الأكبر مجسم هو اللي عنده رقم 1 إذن نكتبه المجسم رقم 1 أكبر من اللي هو عنده 18 أكبر من المجسم رقم 4 اللي هو ب 16 أكبر من المجسم 4 ب 16 أكبر من المجسم المجسم 3 ب 13 وعفوا ب 14 مكعب والمجسم الأصغر هو المجسم 2 ب 13 مكعبا إذن أصغرهم أكبر من المجسم رقم 2 ب 13 مكعب هذا هو الترتيب المجسم الأول هو الكبير تابعوا المجسم 4 تابعوا المجسم 3 وتابعوا المجسم 2 هكذا نكون قبلنا التمرين الخامس ثم نمر إلى التمرين السادس ولاحظوا المجسمات A و B و C وأحسبوا حجم كل منها بالوحدة U يعني عدنا A B و C إذن باش نحسبوا الحجم دير كل منها المكعبات بهذا الوحدة U عدنا مكعب واحد عدنا كي ساوي U إذن تابعوا المجسم 3 ثم نكتبوا هنا مجسم A كي ساوي 8 U ألاش 8 U لأنه 2 في 2 في 2 2 في 2 4 4 في 2 8 لنشوفوا المجسم B مجسم B عدنا 3 في 2 في 2 3 في 2 6 و 6 في 2 12 إذن المجسم B مجسم B يعني هنا الحجم دياله هنا غنديره V عدنا الحجم يعني V لأن الحجم المجسم B يساوي غدنا 3 في 2 في 2 3 في 2 6 و 6 في 2 هي 12 12 U فهم 12 U دوذو المجسم C عدنا 3 في 3 في 3 3 في 3 9 9 في 3 27 إذن حجم دياله المجسم C هو 3 في 3 في 3 فتساوي لنا 27 U هل نمطلبين بالوحدة U إذن A 8 U B 12 U والس 27 U هذا بالنسبة للسؤال أليف أليف إذن أحسب جداءات التالية يعني جداءات التالية باش نحسبوها جد سهل أطفالي يعني هذه الجداءات هذه لعطينا مثلا A عدنا 2 في 2 في 2 لأن الحجم ديالها Z كتساوي 2 في 2 في 2 يعني هنا 12 2 في 2 عفوا 4 4 في 2 8 لأنه كتساوي 8 وهنا 3 في 2 6 و 6 في 2 12 وحيث يخدم الضابة إذن 12 وهالثالث كتساوي 3 27 لأن 3 في 3 9 والسعة في 3 27 20 إذن هذا هو الجواب ما حجمه كل من المجسمات أو B وال C إذن الحجم ديالها سهل إذن الحجم ديالها إذن ضلع هنا طول فالعطف إرتفاع هنا الضولة في عطف الإرتفاع هنا لأنه هذا الحجم ديالها المجسمات إذا الحجم المجسم A هو 8 سنتيمتر مكعب لنحجمهم الحجم تا المجسم A هو 8 سنتيمتر مكعب هذا بنسبة المجسم B حجمهم 12 سنتيمتر مكعب والحجم السعفن حجمه هو 27 سنتيمتر مكعب هذا هو قياس حجم كل من هذه المجسمات نمر إلى التبرين السابع نقوم بمكعب والحجم المتوازي المستطيلات لأ هو كي ساوي للمجر اللي هو الطول في لارجر اللي هو العرض في الارتفاع اللي هو الروتر يعني هنا لانجر فوى لارجر يعني هنا هنكتب لارجر لارجر فوى روتر يعني هنا لارجر فوى 4 سنتيمتر إذن هنا هنكتب لارجر 4 سنتيمتر فوى 2,5 2 سنتيمتر فوى 5 لارجر فلارجر 3 سنتيمتر هنكتب لارجر 3 سنتيمتر هذا إقال أكوى؟ إذن 4 فوى 2,5 4 فوى 2,5 فوى 3 سعطينا 40 30 يعني 4 فى 3 هي 12 و12 سنتيمتر فوى 3 وانجر فوى 5 سعطينا 30 12 و24 سنزيد عليها نصفها 24 و6 هي 30 إذن هنا سعطينا الهت اقال أ 30 30 سنتيمتر كوب هذا هو الوالم د هجم هدن هنهў لان الولم ده PARALÉPAREPA ه لان هنه عو نكتبوها واده 30 centimètres cube هنه هدن الوالم ده cube یعنه الموكعب ده 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 هنه ده ديالو ki saw Pri جزد ده 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 يقدم أجدول النقاط التي حصل عليها على السوء في عشرة فروض في الرياضيات إذا هذا هو 1 فاسمه عسو هذا هو ما نتائج جديال اللي حصل عليه بمادة الرياضية يعني الفرض الأول جاب فيه 16 فرض الثاني 18 ثالث 15 الرابع 15 إلى أخير توصل الفرض العاصر جاب فيه 16 إذا هنا أنشئوا مخاططاً يبرزوا تطور نقاط عسو يعني هذا الجدول هذا غندروا على شيخ المخاطط يبرز فيه تطور نقاط عسو إذا لاحظوا معي أطفالي هنا قمنا بوضع لاحظوا معي الجدول هنا لدينا رقم الفرض وهنا النقطة إذا دائماً رقم الفرض يكون في محور الأراتيب أفاصيل يعني يكون هنا في الأفاصيل والنقطة في الأراتيب يعني دائماً كان ذو يعني اللي يكون في السطر الأول هو اللي يكون هنا في هذا المحور إذا رقم الفرض درنا من واحدة إلى عشرة والنقطة مشنا بإثنان جوجة بابعاء ستتمنى حتى الثلية تمنتاز إذا عدنا الفرد الأول ما جاء فيه السوء؟ ستتعشر إذا هنا لاحظوا معي من واحد الأول ستتعشر إذا ستتعشر لستعشر أذن ستكون هنا لدره هذه النقطة الفرد الثاني حصل فيه على 18 نقطة الفرد الثاني 18 نقطة الفرد الثالث 15 الفرد الثالث لاحظوا معي 15 هنا يعني في النسل ما بين 14 و 16 إذن ستكون هنا والفرد الرابع حصل فيه عسو على 15 نقطة كذلك الفرد الرابع 15 نقطة كذلك والفرد الخامس كذلك 15 نقطة إذن فرد الخامس 15 نقطة الفرد السادس 14 و نصف إذن فرد السادس هنا هي 14 وهنا 15 نصف هنا هنا هذا هو الفرد السادس نقطة الفرد 14 و نصف وفي الفرد السابع حصل على 8 نقطة فرد السابع حصل على 8 نقطة وفي الفرد الثامن حصل على 12 نقطة 8 12 نقطة وفي الفرد التاسع حصل على 15 نقطة 9 حصل على 15 نقطة 15 نقطة 15 نقطة ثم في الفرد العاشر حصل على 16 نقطة إذن فرد العاشر هو هذا حصل على 16 نقطة نتقل وحصل على حصل على نقطة وحصل على منتحة 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 الأمورة منتحة والتنقل الثالث والثالث مع الرابع الى ان اكمل جميع هذه الارقام اذا هنا رسمت هذا المخطط بالخطم الكاسير لاحظوا معي اصلت هاد الفروض كامين يعني كل نقطة ديالح تكملت مباشرة هاد المخطط اذا هذا هو مخطط يبرزو تطور نقط عسو بفهم اذا هنا بالنسبة للسؤال الثاني احسب معدل عسو في الفروض العشرة يعني معدل للعسو في جميع هاد الفروض فمثلا غنحسبو مثلا خمسة عشر حم المرة جابها عسو واحد اثنان ثلاثة اربعة يعني هندول خمسة عشر في اربعة اذا غنكتبو الجواب معدل عسو الجواب اه باء هنا غنكتبو قنا مخطط يبرزو تطور تطور اه نقط عسو وهنا باء غنكتبو معدل عسو في الفروض العشرة يعني معدل عسو في الفروض العشرة شنو قلنا غنديرو خمستاش فربعة مضربو فربعة المرات هي ستين الخمسة في اربع خمستاش فربعة فربعة هي ستين وغنديرو ستاش حنو مرة معاودة لنا هنا ست عشر واحد اثنان وغنجمعو وتعبقى جمعةو اثناش زائد ربعتاشون زائد تمانية زائد تمانتاش زائد ربعتاشون زائد تمانية زائد اثناش هذا ما ليبقوا لنا نفهم اذا نقولنا ستة عشر في اثنان هي اثنان وثلاثون عد بقى لنا اه اربعتاش ونص زائد تمانية زائد اثنان عشر زائد اثنان عشر انه هادو بقى ثلاثة اثن هادو هنحسبوهم بجور ربعتاش اذا اثناش زائد تمانية هي عشرين عشرين زائد اربعة وربعتاش ونص هي كتساوي لنا ربعتاش عشرين زائد عشرة هي تلاتين هي ربعة وثلاثين اونس هنا قلنا خلينا واحد الرقم اه هو تمنتاش يعني هادو زائد تمانتاش زائد تمانتاش عطتناك تساوي اثنين وخمسين اونس يعني دا بقى لرستين زائد اثنين وخمسين اذا ستون زائد اثناني وثلاثون زائد خمسون زائد اثناني وخمسون فاصلة خمسة اذا نخرج لنا معدله هو مئة بعد ما تدروا الحساب تدروا الجمع رسعتكم مئة واربعة واربعون فاصلة خمسة يعني مئة واربعة واربعين نقطة اونس اذا باش نحسبوه معدل عسو عدنا نشوفوش هال عدنا من الفورد عدنا عشر الفورد يعني غنديرو هاد مئة واربعة واربعون فاصلة خمسة مقسومة على عشرة انا ما احتجوش اطفالي العملية لانه جدتها المقسمة على عشرة انا الفاصلة غرضوها برقم هنا يغتبلي اربعة عشر فاصلة خمسة واربعون اذا هذا هو معدل عسو في الفورد العشرة وهذا معدله هو اربعة عشر فاصلة خمسة واربعون اذا دوزول التمالين الاخير لإجزارتس 9 من فن magnetic اخبرت عدنا عليه اصباح جميع بصدر بالنظر ثم اذا ده مبيعني الاط broccoli صاحب جائد لديم ثلم يأتدا يقول ان تخدد من م geworden اخبيان لديم يعني خماية نحن سوف نزم zeggen نت RIAD من المزيق موسيقى جوا فيديويني الاب دياللي ويديو وحدنا لدسة يعني ربع ديال للوازير يعني هنا هداه La question 1 جواهني سيضاني دان طابعي يعني غنو دعو هدو المواطيات فين طابلون يعني هدو المواطيات ديال هدو هدو للوازير فين طابلون هدا هوا لطابلون دات في للوازير وما هدو وننبخ ديالي ويني تليفزيون سبوره و جوهو فيديو أو ديسار نحسبوش هكذا أدنا من تليفزيون هكذا أدنا من سبوره و جوهو فيديو أو ديسار نبدأ تليفزيون أدنا 1 2 3 4 5 أدنا نوم بردل لغالو لوازيار دلما تليفزيون وواسك أدنا نبدأ لسبور 1 2 3 4 5 تاوما خمسة يعني نمبر دالاف 5 جو وفيديو نحسبو 1 2 3 4 5 6 يعني لنمبر دالاف 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 6 6 ألف قطنا لدسان 1 يعني عدنا 1 واحد لوول دبواحد ديك يقول بغيت لدسان يعني كعجبو الرسم لدسان هو الرسم إذن هادا هما ان تابلو لدوني لدونزان تابلو هادا لكيستيون 1 لكيستيون نمبر 2 جوري بخيزون تدوني لدونزان دياغرام انبار يعني غنمتلو هاد المواطيات المخطط ديال اعميدة إذن سهل جدا إذن هنا هادا ومخطط بالاعميدة هنا دلنا من السفر حسال 6 على حساب لنمبر اللي عدنا أكبر لنمبر هو 6 هنا للوازير تéléفزيون سبور جو فيديو إذن سام بدأو بتéléفزيون عدنة 5 يعني تéléفزيون عدنة 5 هنا سبور كداليك 5 سبور 5 جو فيديو 6 إذن 1 هنا هنصيرو بحلقة كل مخطط بالرقم ديال إذن هنا كمنا هاد لكيسيون 2 هادا هو المخطط بالاعميدة إذن لكيسيون 3 جو بخيزون تسدوني بخيزون بخيزون يعني بمخطط دائري تمثيل بمخطط دائري يعني هنا باش نديرو مخطط دائري نرسمو دائرة ونحسبو قياس الزوايا هنا بعد مرسمنا دائرة ومرقز ديالها لهوا دابا غادي نحضو كل مثلا كل الوازير يعني هواية ربدا بالتليفزيون هيك يعني تليفزيون كتبها لا تلي بتيقال يعني مجموع قياس الزوايا ديال الدائرة اللي هي 360 دراجة إذا غندروا خمسة أولا غادي نجمع القياس أولا مجموع ديال هاد لنوم غدالي بعد لنا خمسة زائد خمسة عشرة وعشرة زائد سبعة هي سبعتاش بفهم هناك ننتظر أطفالي بقيت نواحد المهنة الدعف ونواحد الوازيغ مدر نهاش عشرة عشرة زائد 6 هي 6 زائد 24 هي 20 إذا هنا لنوم بغدالي اتغال 20 يعني شنو غندروا باش نحسبو كل زاوية إذا قلنا بدأوا بلاتالي غندروا خمسة هي لولا في 360 على 20 هو مجموع ديال لنوم بغدالي او ثاني هنا لاتالي وعدنا سبور سبور كذلك قلنا بحل لا تالي غندروا هندروا تهوة خمسة 360 على 20 وعدنا جو فيديو جو فيديو نحن نمرز لها بالرمز في تعطينا هي 6 في 360 على 20 وعدنا لدي السا اللي هو 1 في 360 على 20 وبقتنا للمزيك يالاخرة المزيك اتغال 3 فوا 360 سور 20 لاحظوا معي هنا اطفالي كتلاحظوا معي يقول هنا عدنا 360 على 20 على 20 على 20 على 20 يعني باش نسهلوا عمالي الحساب هناخدوه 360 قسموه على 20 ونضربوه 5 ونضربوه 5 ونضربوه 6 ونضربوه 1 ونضربوه 3 اذا هنضيرو قسمة 360 على 20 هنضرنا 360 مقسومة قسموها على 20 اذا هناخدوه الارقام ما ناخدوه شفيها 1 21 6 1 يعني 16 ننجلو 160 فيها 8 8 8 0 8 0 8 16 اذا كيساوي السيفر اذا عدنا 18 اذا شنو هنديرو 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 هتساوي ستاوي هندينا 18 18 وهنا 3 18 18 ونه غتساوي النا 1 18 اذا نحسبو 5 خمسة في تمانية ربعين حطو صيف واحد احتفاظ هي تسعود اذا هالتليفزيون تسوينا تسعين دوغري اذا هاد سبو اذا بحالة تسوينا تسعين دوغري اذا هنا لجو فيديو عندلو ستة في تمانية تمانية واربعين حطو ستة فواحد سبعة ستة فواحد عفوانستة واربعة هي عشرة اذا مئة وتمانية دوغري هاد جو فيديو والدستة نضربوها ثلاثة ثلاثة في تمانية عربعة وعشرين نضربوها كثيرين نحتفظو بجوش ثلاثة في واحد ثلاثة وجدي الاحتفاظ هي خمسة اذا ربع وخمسين والاخيرة واحد في 18 هي 18 إذا القياس الزاوية قلنا 90-90-108-54-18 إذا غنا نمثلوا هذه القياسات هنا في هذه الدائرة إذا هنا أطفالي رسمت وحد شعع ودرت المنقلة اللي هي هذه وضعتها وعبرت 90 دراجة يعني من ناحية السفر هنا وحسبنا من هنا قديناها معه وحسبنا 90 دراجة شتوضحته معي ودرنا نقطة وصلناها إذا هي هذه لتلفزيون وهنا غن ديرو خطع وتاني غنكملوه باش عطينا 90-90 يعني هي 180 يعني هنا لتلفزيون وهنا سبور يعني هنا غنكتبوه تلفزيون وهنا سبور يعني بش ممكن يساوينا 90-90 إذا هنا غنعبرو قياس دبا ديال جو فيديو اللي عدنا 108 يعني غتكون بحلكة دائما قلنا فنشدو المنقلة نحطوه بحلكة نحطو الرأس هنا يا وغن نحسبو من هنا نحسبو 108 وغن نديرو نقطة وغن نصيرو هاد نقطة هذا منتصف الدائرة مع هاد نقطة اللي درنا لل 108 إذا هنا أطفالي بعد ما درنا 108 درنا عطني الملقى لنا وعبرنا هنا 54 وهنا 18 إذا هذا هو تمثيل بالنسبة المبيان الدائري لهاد هاد للوازيغ لهاد الهوايات إذا la question الأخرا لدرنية كيلي لوازيغ اللي بليه بخريفيري شيزيه يعني ايشنا هيا الهواي المفضلة عند هالتلاميذ هي جو دو فيديو بستع ديالي زيه لأن عددهم أكبر إذا نقطة لوازيغ اللي لبليه بخريفيري 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 ترجمة نانسي قنقر يقولون 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 جو دي فيديو يعني جو دي فيديو هي اللعبة او لا يوال مفادلة عند هاد الاطفال هادو ولا كيستيون ديالها كيل يلوكي لسان بورسنتاج يعني لبورسنتاج ديال هاد الوازير اللي هو ديال لجو ديو ادان باش نكتبو لبورسنتاج يعني لبورسنتاج كنسمو بورسنتاج يعني شحال في المئة دكو ادان قنا عدد الازالاف هم ستا غندربوهم في مئة ديال لبورسنتاج سور 20 هو النوم بغدالاف هم هنا باش نختصر اكثر غامشوها تصفر مع تصفر غتفقى ستاف عشرة على جوجه ادان ستاف عشرة هي ستين على اثنان ادان ات اقال ا 30% ادان لبورسنتاج هو 30% ادان هادا هو لبورسنتاج ديال هاد الجو بهاكذا اطفالي كنكونو كمن نصف حدي الناس 87 من مقرر الجيد في الرياضيات كنتمنى ان شاء الله لاستفادة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر